عايزين ننتقل بقى من مرحلة الغناء الطربي لمرحلة الغناء الشعبي احنا كمصورين بنحب الغناء الشعبي جدا ومرتبطين به من زمان وفي مناسبات عديدة بالمناسبة يعني مش مسألة الأفراح بس بنسمع شعبي لا احنا بقينا بنسمع شعبي كتير ومطربين الشعبي جيل بعد جيل بيطور في الأغنية الشعبية أهمية وجود الأغنية الشعبية في المهرجان ده ايه؟ أهمية وجود الأغنية الشعبية لأنه مصطلح أغنية شعبية أصلا مرتبط بالشعب يعني سمية الأغنية الشعبية لأن هي اللي بيسمعها طبقات أو عمة الشعب زيهم والأغنية الشعبية أصلا متجذرة يعني مترسخة في الوجدان المصري من زمان يعني من أيام إحنا عندنا مطربين شعبيين أحمد عدوية ومن قبله العزبي ورشدي يعني دول مع تغيرات الشكل الموسيقى للأغنية الشعبية لكن إحنا عندنا عمالقة غنو شعبي وأصوات على مضر سنين كتير يعني من الستينات وما قبلها لغاية دلوقتي فالفن الشعبي هو فن أصيل يحصل فيه تحولات يحصل فيه تغيرات آه لكن بيبقى الناس بتميل دايماً للمطرب اللي صوته حلو الصوته فيه رنة بتاعة الشجن وتاعة البهجة حسن الله أصمر حسن الله أصمر ده من الأصوات الله يرحمه يعني اللي كان صوته فيه شجن وصوت مختلف يعني صوت أجش ولكنه فيه مسحة شجن صحيح عندنا من الأصوات الحلوة دلوقتي رضا البحراوي عندك محمود الليسي طبعاً من الناس اللي كان لهم حفلة جميلة جداً في مهرجان العالمين مناسب محمود الليسي عنده مساحة صوتية تخليه قادر يقدم ألوان كتير جوه الشعبي يعني شعبي مبهج ممكن يغني حلو قوي شعبي حزين هيغني كويس جداً ولو إنه هو بيميل لفكرة البهجة والفرحة ومناسب لأجواء العالمين رضا البحراوي نفس الفكرة مساحة الصوت عنده وخامت الصوت وقمشتها وسع وعريضة جداً فبيغني حزين وبيغني شعبي مبهج فبالتالي دول الإسمين دول تحديداً من الناس اللي تقدر تقول عليهم فعلاً لا دول بطلبين شعبيين فيه أسامي تانية طبعاً كتير في الساحة موجودة لها التأدير ولها الاحترام وكل حاجة لكن إنك تبرز الجانب السليم فنية من الأغنية الشعبية طبعاً كان فيه حكيم كمان يعني ده يعتبر أستاذ الأغنية الشعبية يعني رجل فنمه خضرم يعني 30 سنة هنا ونجومية ونجاح وتقلق وأكد ده برضو في حفلته في مهرجان العالمين كان حضور جماهيري كبير جداً فإنك تيجي تقدم الأغنية الشعبية باختيارات وعية وسليمة إنه الناس دي لها جمهور وفي نفس الوقت بجانب إنه لهم جمهورهم أصوات مميزة وأصوات بتوصدنا فتحت فكرة إنه بيغني شعبي فني بيغني بشكل هو صوت قادر نغني فلا وجود الأغنية الشعبية في مهرجان العالمين كان مهم وهو ما ينفعش تعمل مهرجان موسيقي متنوع وتغفل الأغنية الشعبية بالزبط فده اختيار كان موفق جداً